وفيما يلي بعض أهم الأحداث العالمية التي وقعت في الثاني عشر من أكتوبر ففي ألف وثمانمائة وسبعة وستين أنزل العلم الروسي في ألاسكا وارتفع العلم الأمريكي في صفقة اشترت فيها الولايات المتحدة ولايتها الجديدة بسبعة ملايين ومئتي ألف دولار في ألف وثمانمائة وثمانية وتسعين انضمت ولاية أخرى إلى الولايات المتحدة بعد تنازل إسبانيا عن جزيرة بورتوريكو لواشنطن المنتصر عليها في ألف وتسعمائة وسبعة أعلن تأسيس محكمة العدل الدولية وفقا لاتفاقية لاهاي وغايتها حل النزاعات الدولية سلميا في ألف وتسعمائة وواحد وعشرين تم تأسيس جمهورية القرم السوفيتية المتمتعة بالحكم الذاتي تنفيذا لقرار اللجنة التنفيذية المركزية للحزب الشيوعي في ألف وتسعمائة وسبعة وأربعين أطلق الاتحاد السوفيتي أول صاروخ باليستي بعيد المدى من موقع في استراخان الروسية في ألف وتسعمائة وأربعة وخمسين جرى توقيع اتفاقية الجلاء البريطاني عن مصر وخرج بمجبها آخر الجنود الإنجليز من قناة السويس في ألف وتسعمائة وسبعين استقال الرئيس السوري نوردين الأتاسي احتجاجا على تدخل الجيش في الحياة السياسية وممارسات رفعة الأسد شقيقي وزير الدفاع في ألف وتسعمائة وواحد وتسعين استأنف الاتحاد السوفيتي وإسرائيل العلاقات الدبلوماسية التي قطعت إثر حرب سبعة وستين في ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين سمحت السلطات الأوكرانية بعودة نشاط الحزب الشيوعي في أوكرانيا وفي ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين انضمت أوكرانيا إلى مجلس أوروبا لتصبح الدولة رقم سبعة وثلاثين في المجلس وهو منظمة تضم اليوم سبعا وأربعين دولة في ألفين وسبعة اغتيلت في مطار كاراتشي رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنظير بوتو التي عادت إلى وطنها بعد ثماني سنوات من الهجرة القصرية ومن مواليد هذا اليوم عام ألف وثمانمائة وستة وسبعين سرهي ييفريموف السياسي الأوكراني والناقد والمؤرخ وولدت عام ألف وتسعمائة وستة وخمسين مارتينا نفراتيلوفا لاعبة كرة المضرب الأمريكية من أصل تشيكي وفي ألف وتسعمائة وستين ولد الممثل الأمريكي البلجيكي جان كلود فان دام وذاع صيطه في أثلام الأكشن ورياضة التايكواندو ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا